اشتركوا في القناة فهل معنى هذا الحديث كما هو ظاهر اللفظ او ينبغي تأويل ما لا يمكن حمله على الظاهر فارجو بيان ذلك الجواب خلينا نشوف بيقول ايه اما كون الحجر الاسود يمين الله على الارض فذلك لا يصح عن النبي ولو صح لما كان فيه ما يؤيد مسهب اهل التأويل وقد سئل شيخ الاسلامي بن تيمية عن قون النبي الحجر الاسود يمين الله على الارض فاجاب هذا الحديث قد روي عن النبي باسناد لا يثبت والمشهور انما هو عن ابن عباس قال الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه يعني ايه الكلام ده يبقى هو عايز يقول لنا الحديث الحجر الاسود يمين الله على الارض مروع عن ابن عباس الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وخلينا نكمل الاجابة وبيقول ايه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له انه لا اشكال فيه الا على من لم يتدبره فانه قال يمين الله في الارض فقيده بقوله في الارض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق يعني ايه بيقولك ان يمين او الحجر الاسود ده يمين الله على الارض بس كده فقط يعني إيه الحجر الأسود يمين الله على الأرض فقط وما نقدرش نقول إن يمين الله ونسكت لأ لازم نقول على الأرض ونكمل الإجابة ثم قال فمن صافحه وقبله فكإنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه غير المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبها بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عقل ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطفون به جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فإن ذلك تقريب من المقبل وتكريم له كما جرت العادة وهنا بيقول فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهنا بيقول أن أول الحديث وآخر الحديث بيبين أن الحجر الأسود ده مش من صفات الله لكن الله زي ما جعل الناس بيتوفوا حوالين البيت جعل ليهم برضو وقال كده جعل له ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة يعني زي ما يكون كده بتقبل يد العظماء وهنا حاولوا يطلعوا من الموضوع ده بإيه بالتشبيه وأنا هنا أنا عندي سؤال مين اللي بيخفر الخطايا؟ الإجابة طبعا الله هو اللي بيخفر الخطايا طب السؤال اللي بعده لماذا الحجر الأسود يحط الخطايا حتى تعالوا نشوف معنا السؤال من فتوى إسلام ويب بتقول إيه ما معنى الركن اليماني وما علاقته بالحجر الأسود وهل له قصة؟ خلينا نشوف الجواب بيقول الحمد لله والصلاة والسلام بعد ما بيقول لي أما بعد الكعبة المشرفة في وضعها الحالي لها أربعة أركان ركن الحجر الأسود والركن الشمالي والركن الغربي والركن اليماني وهو ما يمر عليه الطائف قبل مروره بالحجر الأسود وسمى يمانيا لأنه في جهة اليمين وقد جاء في فضل مسحه واستلامه قبل النبي إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى نروها أحمد عن ابن عمر وصحاحه الألباني في صحيح الجامع يعني يمين الله أو يمين الله على الأرض اللي بيقوله إنه مش صفى من صفاته بيحط الخطايا هل في حجر بيحط الخطايا؟ وخلينا نكمل الإجابة والسنة أن يستلم الطائف الركن اليماني ولا يقبله ولا يشير إليه إن عجز عن استلامه ولا يكبر عن استلامه والمشروع أن يقول فيما بينه وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما ثبت عن النبي رواه أحمد أبو داود وأما الحجر الأسود فقد صح عن النبي إنه نزل من الجنة وذلك فيما رواه الترمزية عن ابن عباس أن النبي قال نزل الحجر الأسود من الجنة وأشد بيضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم يعني إيه؟ هنا بيقول لنا إن رسول الإسلام قال لهم إن دا حجر نزل من الجنة وكان لونه أبيض شديد البيض يعني أشد بيضا من اللبن فسودته خطايا البناء أدمين يعني سودته خطايا البناء أدمين يمين الله اللي على الأرض كان أبيض وكل ما الناس تخطأ يحط الخطايا حتى يسود وخلي بالكوا كل دا احنا بنتكلم على إيه؟ على حجر ونكمل وجاء في فضل استلامه قول النبي والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما والإسهان ينطق به ويشهد على من استلم بحق وده رواه الترمزية عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع والمشروع استلامه وتقبيله فإن شق ذلك استلموا بيده وقبل يده وإلا أشار إليه دون تقبيل يعني يا جماعة إيه؟ يعني يا مين الله على الأرض؟ اللي هو الحجر هيبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلموا بحق وطبعا معروف أن المسلم بيقبل الحجر ولو ما قدرش يقبل لازم يشاور عليه والسؤال اللي أنا طبعا بسأله إيه الفرق بين المسلم؟ وعبد الحجارة ما عبد الحجارة برضو كانوا بيقولوا أنها بتشفى علينا وكمان المسلم عنده الحجر بيحط الخطايا حطا ومين اللي بيغفر الخطايا غير ربنا؟ وأنا في آخر الحالة بقول لكم فكروا أن كل كلام اللي احنا تكلمنا عنه ده عن إيه؟ عن حجر وألتقي بيكم في الحلقة القادمة وانتقي بيكم اشتركوا في القناة